موسيقى أهلا بكم شعار على نفورة ترامب في يافا تحركات مناهضة لإسرائيل في أوروبا نريد فلسطين حرة في أنتم أونلاين شقة تشيجفارا معروضة للبيع وتفاعل مع قصة عامل نال 80 ألف دولار بعد رفض زبونة ارتداء الكيمامة كيف؟ عنوين أخرى أيضا ستكون معنا في حلقة جديدة من أنتم أونلاين أتشارك تقديمها مع علي فواز مساء الخير علي أهلا فاطمة سنبدأ من التضامن مع أوروبا مع قضية الشعب الفلسطيني ولسيما أمام قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية مدن أوروبية تشهد تحركات عديدة مناهضة للقرار وأيضا هناك تفاعل من ناشطين أبرزهم حملة بلاك لايفز ماتر على السوشوليوتي نعم بالفعل عديد من التضغرات والتحركات شهدتها المدن الأوروبية بلاك لايفز ماتر غردت أعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وقالت في تغريدة أنه في الوقت الذي تمضي فيه إسرائيل قدما نحو ضم الضفة الغربية وتقوم فيه السياسة البريطانية بإسكات كل الأصوات المنتقدة لملاحقة الخطط الاستعمارية والاستيطانية لإسرائيل نقف بصوت عالي وواضح إلى جانب رفاقنا الفلسطينيين وختمة فلسطين حرة أيضا وفي إطار رده على الاتهامات بمعادات السمية هذا ما يحدث دائما يعني من قبل اللوبيات الإسرائيلية والسهيونية حول العالم في إطار رده على هذا الموضوع نشر الحساب على أنستغرام أيضا بيانات لمنظمات يهودية تدين أيضا سياسات العنصرية للاحتلال الإسرائيلي في هذا الإطار علي التظاهرات أيضا خرجت في بريطانيا وكذلك خرجت في بروكسيل تطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية وتجميد اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل إضافة إلى تظاهرات أخرى في إيطاليا وكندا وفرنسا متظاهرون في كندا يطالبون أيضا بفلسطين حرة حملوا شعارات عديدة للتمييز العنصري بحق الفلسطينيين ودعوا لمقاطعة إسرائيل وفلسطين حرة ولحط فلسطين وأيدوا أيضا حق العودة وحملوا الأعلام الفلسطينية وبعضهم أيضا من اليهود الذين رفعوا شعار نحن يهود ضد الضم وطالبوا بوقف الاحتلال الآن نعم فاطمة أيضا في فرنسا وتحديدا في العاصمة بريس كان هناك تظاهر ضخمة أيضا دعما للفلسطينيين ورفضا للضم نشاهد هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر قرار الضم تفاعل أيضا معه العالم من المسيرات والاحتجاجات لكن في يافا نوع آخر من الاحتجاج استيقظ المستوطنون الإسرائيليون شرق يافا على بركة الدم ما القصة؟ ما حدث هو أنه في خطوة رمزية تم ملء البركة بسائل أحمر تدفق في نافورة أقيمت تكريما لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وذلك رفضا للضم والشعار المركوع كان الضم سيكلفنا الدم نعم فاطمة فلسطين إلى كل المنطقة يعني سوريا ولبنان والعراق بدت الأمور مترابطة أكثر فأكثر الأحداث تختلط وتتسارع ويبرز في هذا الإطار الكثير من الشائعات حول العديد من المغردين ونشطين الإضاءة على هذا الموضوع حساب الرابط يقول مثلا في لبنان تعليقا على الأحداثة الأخيرة بالأمس طائرة لحزب الله فوق أتسارات الجنوب واليوم خبر استهداف الحريري بطائرة مدون طيار أصبحتم مكشوفين يعني في تعليق على الشائعات التي أطلقت في الساعات الأخيرة أيضا هناك شائعات تتطابع أمنة أحيانا هنا يحذر الزميل علي شعيب المرسل الحربي يقول كميات كبيرة من الشائعات تنشر على مواقع تواصل اجتماعي بشكل مقصود حول أحداث أمنية عند الحدود الجنوبية كل خبر يعتبر مفبركا حتى تثبت صحته على المواقع والمنصات الإعلامية الموثوقة علي بالنسبة لموضوع الشائعات التي تكثر عند كل أزمة في لبنان الواتساب له دور شديد في نشر الشائعات يعني أوصي كل المشاهدين وكل الشعوب التي تتابع السوشيال ميديا بالتأكد من كل خبر قبل تصديقه يعني الشعب ليس محتاج إلى توتر إضافي أمني أو اقتصادي أو اجتماعي يعني الأمور أصلا متوترة فيوجد الكثير من الطرق التي يمكن التأكد من خلالها مثل المصادر الرسمية أو الموثوقة من وسائل أعلام أو أشخاص موثوقين في هذا الإطار وإذا هذا الوضع الاقتصادي المزري وأزمة الخبز برزت أيضا على امتداد الوطن على امتداد لبنان الكثير من المبادرات الإنسانية تفاعل معها المغاردون جينان جحادي غردت بالجنوب والبقاع وفي الضاحية الخبز يتوزع على الطرق يصل إلى بيوت الناس ويوضع على طاولات أمام الجميع والذي يريد أن يأخذ خبزا يأخذ الحزب تقصد حزب الله لا يقبل أن ينزل شعبه كرمال ربطة خبز ولا كرمال لئمة نعم اليوم شهدت الساحة في لبنان الكثير من التحركات بعضها جاءت ضد التصريحات الأخيرة للسفيرة الأمريكية في لبنان ومنذ قبل قليل كان هناك تصريحات للسفارة الإيرانية وأيضا للسفارة الصينية في هذا الإطار لكن برز أيضا خبر استقالة المدير العام لوزارة المالية الآن بيفاني وحاول بعض المغاردين تعليقها على هذا الأمر بنوع من التنكيت هذا الحساب فلافل يحاول إجراء مقارنة بين بيفاني باللغة الإنجليزية ومحمد مزح الذي هو القاضي الذي قاضي الأمور والسعجلة في سور نعم هناك تقديلات أخرى عن هذا الموضوع أيضا يوسف عفو أن فاطمة يوسف حجازي قبل ذلك يقول كشف القناع وانكشف الغطاء وأصبح كل شيء واضح كعين الشمس أن كل ما يحصل فيه الشارع مبرمج ويخدم أهداف معينة على الصعيد المالي والاجتماعي والغذائي لتخريب السلم الأهلي لبنان كان يقول له حصة أيضا في هاشتاك كانت رند في السعودية أنت تبعت الموضوع علي السعودية للسعوديين نعم هذا الهاشتاك برز أخيرا وهو يحاول تبرير وجهة نظر معين وعدم صرف الأموال على دعم الدول الخارجية اليوم هذا متعلق طبعا بلبنان نشر ثراد مختصر يقول هو لا يشمل كل شيء ولكن يعرض ماذا فعلت أذي يسميها السعودية العظمى ماذا فعلت للبنان على مدار العقود الماضية وكيف صرفت الأموال اللافت أنه جاء تحت هاشتاك لبنان ينهر بالمقابل كان هناك بعض الحسابات وبعض الناشطين الذين ينتقدون السعودية وحاول بعضهم الإضاءة من جديد في المرحلة الأخيرة عاد تغريد فيديو حول مشروع نيوم وخصوصا هذه المرة لجهة رئيس مجلس إداراته وهو ألماني يهودي اسمه كلاوس كلاينفيلد فمن هو هذا الرجل نتابع في هذا الفيديو موسيقى 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 المالية السعودية أمس في بيان لها. يعني أنها جمعت خلال الشهر الاجتماعي. يعني أنها اكتملت جمعتها بالفعل أكثر من بالدولار يعني 2.27 مليار دولار تحت برنامج سقوك حكومة المملكة العربية السعودية. بهذا يرتفع الدين العام إلى نحو 181 مليار دولار بنهاية 2019. وعلى السوشيال ميديا أيضا كان هناك تساؤل حول معنى السقوك وماذا يعني هذا القبر. فعلق العديد من المغاردين حول هذا الموضوع الذي نشره الحساب الرسمي لوزارة المالية السعودية. هذا المجهر هذا الحساب. يقول أي سقوك أحد يشرح الموضوع. آخر يقول يلا يت أحد يفهمنا. وآخر يعني يتساءل نفرح أو نحزن. طبعا كانت تراجع أسعار النفط دفعت الرياض إلى مزيد من الاستدانة. الاستدانة الداخلية والخارجية. وكان وزير المالية السعودي محمد الجرعان قال في تصريحات سابقة أيضا أن بلاده سترفع ديوم بواقع 100 مليار ريال. نعم علي سنذهب إلى فاصل ثم نعود لمتابعة بقية مواضيع أنتم أهلا بكم مجددا من اليمن. هذا الحساب الذي يهتم بنشر صور جميلة لأبنية تراثية وأثار تعود إلى حقبات غابرة. علي أنت جمعت بعض أبرز هذه التغريدات. نعم فاطمة. هذه التغريدة وهذا الحساب الذي يهتم بهذا الموضوع. نرى مثلا مدرسة العميرية التي كانت واحدة من أعرق المؤسسات الإسلامية في العالم بعد أن تم بنائها عام 1504. في خلفية الصورة هنا نشاهد أيضا قلعة تعود إلى حقبات تاريخية أكدام. أيضا في الصور. هذه الصور الداخلية للمبنى الذي رأيناها قبل قليل. وهذا الحساب أيضا يستعرض بعض التراث من جنوب السعودية القريبة من الحدود اليمنية. وهنا أيضا صور من اليمن. وهذه دار الحجر القصر الصخري الذي بناه سلالة بنته سلالة الإمامة اليمنية كملاذ صيفي للعائلة المالكة. لكن يعني ربما أكثر ما يثير الغرابة بين الصور والفيديوهات المنشورة قرية يعيش في اليمن طبعا يعيش سكانها فوق السحاب. نشاهد كيف. اشتركوا في القناة بالفعل صور جميلة جدا. سننتقل إلى موضوع آخر. الأشقة التي ولد فيها المناضر الأممي إرنستو تشيجي فارا للبيع. لماذا؟ نتابع. اشتركوا في القناة 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 انه الرئيس لم يسمع ما حدث في هذا الفيديو. طبعا هو الفيديو مختصر جدا حدثت مشادة بين انصار ترامب وبين معارضين له. يعني انصاره من العنصريين الذين يهتفون السيادة للبيض. وكما تقولي يعني كما انه هذا اثار يعني اثار انتقاضات لترامب فضطر الى حذف الفيديو. لكن النشطين اعادوا تغريده من جديد ليذكروا به. ويقول هذا الحساب على سبيل المثال انه رئيس الولايات المتحدة غرد هذا الفيديو وقال شكرا لأهل الريف ويصفه بانه أمر متير للإشمئزاز. ومغردة أخرى ايضا عادت استحضار تغريده سابق لترامب. مضمونها ان الجهل غير مبرر. ويقول فيها ليس هناك سبب مقنع لكي تكون غير مستنير. مشيرة الى انه لدى ترامب تغريده تتوافق مع كل مناسبة. هناك استنكار ايضا من جوزيف فيي الذي اسف لان الرجل والمرأة في تلك العربة هما والدتي وأبي. نحن مقتربون لسنوات عديدة. وقد تم إرسال الفيديو له من قبل ابن عمه شعر بالأسف أنه يمكن تبني مثل هذه الايدولوجية العنصرية. ما يحدث ذلك في وقت شهدت الولايات المتحدة أول حدث للمشاهير السود. ماذا في التفاصيل خاصة؟ صحيح. منذ الهبة الأمريكية هذا أول حدث للمشاهير الأمريكيين الأفريقيين في الولايات المتحدة هو حفل توزيع جوائز بات الافتراضي طبعا بسبب فيروس كورونا كان افتراضيا. وأبرز ما تصدره النضال من أجل الإصلاح والعدالة إصلاح الشرطة. كان العرض الافتراضي بسبب إجراءات فيروس كورونا يحتفي بتميز الأمريكيين الأفريقيين في الموسيقى والسينما والرياضة والعمل الخيري وكان مليئا بالخطب والأغاني وصور الاحتجاجات وأسماء العشرات من الرجال والنساء السود الذين لقوا حتفهم على أيدي الشرطة في السنوات الأخيرة. ومن ضمن هذا الحفل كان أداء جاذب للرابر دبيبي الذي بدأ الغناء وهو مستلق تحت ركبة ممثل يقوم بدور شرطي في محاكات لإعتقال جورج بلويد وخمقه حتى الموت. من ضمن ما تقول هذه الأغنية أنه اعتدنا كيف تتعامل الشرطة معنا وكأننا كائنات مخيفة وتشبث رجال الشرطة بسلاحهم كأنهم خائفون المغنية بيونسي التي حصلت على جائزة إنسانية لمبادراتها الخيرية قدمتها أيضا ميشيل أوباما السيدة الأمريكية الأولى السابقة حثت فيها مجتمع الأمريكيين الأفريقيين على استخدام أصواتهم في الانتخابات المقبلة لتفكيك النظام العنصري نشاهد العنصري في إطار العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية فاطمة عندما نبحث على إنستجرام عن هاشتاج كارين جدا هناك الكثير من الفيديوهات التي تتحدث عن العنصرية ولكن لماذا كارين يبدو لأن بطلة الفيديو الأول كان اسمها كارين ومن هنا بات أي فيديو أو أي مشاهد ينطبق عليها العنصرية باتت يتم تنزيلها تحت هاشتاج تحت هذا الهاشتاج على إنستجرام كان هناك أكثر من 700 ألف مشاركة للهاشتاج على فيديوهات تبرز العنصرية في الولايات المتحدة نعم وأخرا تم نشر على تويتر أيضا حادثة جديدة من الحوادث العنصرية نشاهدها في هذا الفيديو موسيقى وبال يخصت من الأشخاص يجب أن تسعى وقال الناس بأنك piss Wellington على كل حال هذه السيدة التي باتت تعرف باسم كارين واسمها الحقيقي ليزا عرفت وصديقها باسمهما الكاملين على السوشيال ميديا فأدى ذلك إلى إزعاجها أو مقاطعتها في عملها وأيضا طرد صديقها من عمله فأضطرت إلى الاعتذار في النهاية من عنصريتها علي كان هناك أيضا حادثة عن عامل ينال إكراميات تخطت الثمانين ألف دولار أنت تبعت القصة نعم هذا خبر لطيف تدولته العديد من المواقع الإخبارية الأمريكية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي هذا شاب يعمل لدى ستارباكس وعندما دخلت أحدى الزبونات بدون أن ترتدي الكمامة أعترض وطلب إليها بلطف أن ترتدي هذه الكمامة وعندما رفضت هي أعتذر منها عن تقديم طلبها ولكنها لإغاظاته صورته ونشرت صوره على سوشيال ميديا معترضة إلى أن المفاجأة كانت أن العالم تفاعلت معه وبدأوا بتقديم الإكراميات له حتى بلغت خلال ساعات جميل جدا لم يتبقى لنا علي إلا التذكير تذكير المشاهدين كيف يمكن متابعة مواد أنتم أونلاين طبعا على موقعنا باللغة العربية الميدين دوت نت حيث هناك معلومات أوفة عن كل هذه المواضيع وباللغة الإسبانية إضافة إلى منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أنستجرام تويتر وفيسبوك وأيضا غريدوا على هاشتاج أنتم أونلاين شكرا لك علي أشكر الموصول للمشاهدين الكرام على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة